السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الثالث تطور السينما سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص أقرأ وأفهم أنمي معجم اللغوي آتي بخريطة كلمة استطاعت استطاعت نوعها فعل مرادفها تمكنت قدرت ضدها عجزت أدعنت خضعت فشلت تركيبها في جملة استطاعت العداءة المغربية الفوز بالسباق أبحث في معجم اللغوي عن معنى الخدع السينمائي وهمية الحقيقية وهمية الخيالية التي لا أساس لها من الصحة والصدق أجيب السؤال الأول ما الذي ساهم في تطور الخدع والمؤثرات التقليدية في تصوير الأفلام التكنولوجيا الرقمية هي التي ساهمت في تطوير الخدع والمؤثرات التقليدية في تصوير الأفلام السؤال الثاني ما مراحل تطور الصناعة السينمائية مراحل تطور الصناعة السينمائية من الرسوم إلى الصور الفوتوغرافية فالصور المطروحة على الشاشة ثم الصوت والألوان إلى أن بلغ الشاشة العريضة فالشاشة تلاتية الأبعاد السؤال الثالث عما استغنت صناعة السينما اليوم وما البديل الذي جاءت به التكنولوجيا الرقمية استغنت صناعة السينما عن مواقع التصوير الحقيقية البديل الذي جاءت به التكنولوجيا الرقمية استخدام المناظر المعدة مسبقا بواسطة الحاسوب السؤال الرابع ما الذي أضافته التقنية تلاتية الأبعاد للصناعة السينمائية؟ أضافت التقنية تلاتية الأبعاد للصناعة السينمائية إمكانات مدهلة مثل إدخال كائنات غريبة لوجود لها في الواقع الحقيقي السؤال الخامس فيما ساعدت التقنية الرقمية صانع الأفلام ساعدت التقنية الرقمية صانعي الأفلام في القيام بأعمال وحركات خارقة ومثيرة لم يكن بمقدورهم القيام بها من قبل السؤال السادس كيف استفاد مخرج الأفلام من التقنيات الرقمية الحديثة؟ استفاد مخرج الأفلام من التقنيات الرقمية الحديثة رؤية مسبقة لمشاهد الفيلم تجمع الممثلين والمناظر الافتراضية في مشهد واحد أثناء عملية التصوير إدماج شخصيات خيالية في الفيلم وتحقيق مشاهد ومناظر يستحيل تحقيقها في الواقع أقرأ وأحلل أقترح عنوان آخر مناسبا للنص عنوان آخر مناسب للنص التقنية تلاتية الأبعاد التكنولوجيا الرقمية والسينما أستخرج أفكار النص الأساسية أفكار النص الأساسية حققت الأفلام السينمائية قفزة كبيرة بفضل تطور التقنيات الرقمية أهم مراحل تطور صناعة الأفلام السينمائية ساهمت التكنولوجيا الرقمية في استخدام مناظر معدة بواسطة الحسب والاستغناء عن مواقع التصوير الحقيقية استخدام التقنية تلاتية الأبعاد في صناعة ألعاب الحاسوب والأفلام مكنت التقنية الرقمية من إدخال كائنات غريبة وتسهيل أدوار الممتلين وتحقيق مشاهد يستحيل تحقيقها في الواقع ما جديد الصناعة السينمائية اليوم جديد الصناعة السينمائية اليوم استخدام نظارات تلاتية الأبعاد لمشاهدة الأفلام السينمائية لتبدو أكثر عمقا وقربا فتحمل معها المشاهدة إلى قلب عالم الأفلام الخيالي فتجعل مشاهدتها أكثر إبهارا وإمتاعا أبدأ رأيي أبدأ رأيي في قول الكتب تم نقل السينما من التعامل مع الواقع في صورته الحقيقية إلى بناء مجموعة من العوالم الإفتراضية في بداية صناعة الأفلام تم الاكتفاء بتصوير أحداث واقعية وحقيقية ما جعل الأفلام تعبر عن صورة المجتمع ومع تطور الوسائل والتقنيات المستعملة في التصوير تم بناء عوالم افتراضية بواسطة الحاسوب مثل التصوير مع حيوانات كبيرة أو منقرضة والتحدث إليها أقترح على صديقاتي وأصدقائي شريطا سينمائيا للأطفال لمشاهدته شريط سينمائي للأطفال عنوان الفيلم كوكبنا الأمير الصغير البحث عن السعادة الأرنب بيتر مغامرات التنتان أركب أستعين بأسئلة الفهم لألخص النس شفاهيا ثم كتابيا تلخص النس في ظل تطور التقنيات الرقمية حققت الأفلام قفزة كبيرة وتغيرت مضامينها وأساليب صناعتها فبفضل التكنولوجيا الرقمية تم الاستغناء عن مواقع التصوير الحقيقية وهكذا أصبح بمقدور مصمم المناظر السينمائية أن يقوم بتصميم أي منظر سينمائي كما أضافت التقنية الرقمية إمكانات مدهلة في عملية الإنتاج السينمائي كإدخال كائنات غريبة لوجود لها في الواقع كما مكنت الممتلين من القيام بأعمال وحركات خارقة ومتيرة وسمحت للمخرج بإدماج شخصيات خيالية في الفيلم وتحقيق مشاهد يستحيل تحقيقها في الواقع وبناء عوالم افتراضية وهمية تلاتية الأبعاد تفوق علم الحقيقة ترجمة نانسي قنقر